أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصلات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين ويره سافعين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريض ولا جناه عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريض إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعدكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تسروا خير لكم والله وفور وحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالبعض إلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تغتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نشويه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كباء وما تنهون عنه نكفر عنكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نشيب مما اكتسبوا وللنساء نشيب مما اكتسب واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا صدق الله العظيم شكرا شكرا شكرا